أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أمت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخي إلى أن حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجاء والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيغينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحبب إليه حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والعضى بقضائك عوضا من منع الباخلين ومن دوحة عما في أيدي المستثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسني من غير استحقاق لاستماعك مني ولاستيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا ربني غيرك ولا إله لي إلا أنت وحدك لا شريكا اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك الصيد واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أم تأمر بالسؤال وتمنع العطيات وأنت الملان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه رب أناجيك بقلبا قد أوبقه جرم أدعوك يا رب راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمع فإن عفوت فخير راح وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أبلي وساء عملي فاعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تآخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك أظنى وما أنا يا رب وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسدرك واعف عن توبيخي بكرم وجنك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت أحسن بك ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهول الناظرين إليك وأخف المطلعين عليك بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلم فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك عليك ويسرعني ويسرعني إلى التوذب على محاربك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التأم يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليم أين فرجك القريم أين غيافك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيعة أين صنائعك السريع أين فضلك العظيم أين ملك الجزيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم أين كرمك يا كريم أين كرمك يا كريم مفضل لست أبتكن في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستغ أم عظيم ما أبليت وأولايت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لا ذبك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرامك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انتغرتني ما برحت من بابك ولا كففت عم تملق لك لمن تغى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام ملاذ بك واستجار بك ربك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ضدنا بك ولا غذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيم عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أكله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نينك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يدك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاع ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنع كذلك من أن تحوط قبيح وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعاف ألعاف 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 سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنفانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أغمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا غاذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريم اللهم تب علي حتى لا أعصيا وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيت لي يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تغيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صلنايت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت طالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التغوابين مجلسي عرضتني بلية أزالت قدمي وحالت بيدي وبين خدمتك سيدي سيدي لعلك عكبابك طردتني وعن حدمتك ألقيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فاقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مجالس العلماء في مقام الكذاب فرفضتني فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني ألقيتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك يستني أو لعلك رأيتني عالق مجالس البطالي فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي أو لعلك فبعدتني أو لعلك بجرمي أو لعلك وجريرتني كافيتني أو لعلك بغلة حيائي أو لعلك من كجار زيتني فإن عفتني أو تيا رب فطالما عفت عن المذنب إلى قدل لأن كرمك أي رب يجل عمك عفاة المقصرين وأنا عائد بفضلك غارب منك إليك متنجز متنجز ما وعدت من الصف عمم أحسن بك أضبنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلم من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئة وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجل لي بسترك وأعفو عن توبيخي بكرم وجلك سيدي أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجاهل الذي علمت وأنا الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت والجاهل الذي أشبعت والعطشان الذي أرويت والعار الذي كسوتا والفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويتا والذليل الذي أعززتا والسقيم الذي شفيتا والسائل الذي أعطيتا والمذنب الذي سترتا والخاطر الذي أقلتا وأنا القليل الذي كذرتا والمستضعف الذي نصرتا وأنا الطريد الذي آويتا أنا يا رب الذي لم أستحك في الخلال ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب التواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جمار السمارة أنا الذي أعطيت على معاصل جليل والشعر أنا الذي حين مشرت بها خرجت إليها أسعر أنا الذي أمهلتني فمرعوات وسترت علي فما استحيا أمهلت وعملت بالمعاصل فتعدت وأسقطني من عينك فما فالت فبحلمك أمهلتني وبسترك ستردني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحيتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحا ولا لأم بأمرك مستخد ولا لعقوبتك متغد ولا لوعيدك متغاد لكن خطيئة عرضت وسولتني نفسي وغلبني حوايا وآلني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى عليها فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالعالم العذاب كمن يستنخذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتاه فوا أسفاه على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إيا آي عن القنوط لقلقت عندما أتذكر يا خير من دعاه داع وأفضل من رجا قرامك اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتبد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الحاشمي العربي ابتغامي المكي المدني أرجو الظلفة نديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواه فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماغ فأدركوا ما أمنوا وإنا آمننا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدرك بنا ما أمننا وثبت رجائك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أمت الوحى فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عفت من لقيك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مغلا وإلى من يلتج المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفار ومنعتني سيبك من بين الأشهار ودللت على فضائحي عيون العبار وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميني للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى عاديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفليت من تسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبرين لم أبهد لرقدته ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعته وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الفرار فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي 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 لسؤال ملكم ونكير إلا أبكي لخروجي بالقبري عريانا ذليلا حاملا ذقلي على ضغري أنظر مرتنا يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأنه لكل مرء منهم يوم إذ شأن يميه وجوه يومئذ مصفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها ترهقها قترة وذل سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأهيني وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا محملي ويا ممتغى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المال علي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمي إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك يا نساني وطاش عشد سؤالك إيايا نبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تبدعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عينتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكم سلحاويه فإنك قرة عيني يا سيدي لاتكذب ظلني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قدنا أجلي ولم يقرقني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل علمي إلهي إن عفوت فمن فأولى منك بالعافي وإن عذبت فمن أعدل منك في الحق إرحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفه واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي حبتي وتفضل علي ممدودا على المغتس ليقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولا قد نزلت بك وحيدا في حفرة وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلت لي إلى نفسي هلاك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقل لي عثرته فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعته وإلى من ألتجء إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحم وفضل من أؤمن إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجو إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بآئنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برعفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحيفك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كلك ما علمت منه وما آلم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسمت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضي تعاد وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرام وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيره اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النغار ضياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشره وعافية تلبسها وبنية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسوى وأقضي عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخل للجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالب النكاب عفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالب النكاب كرمك ولئن أدخلتني النار فلأخبرت أهل النار بحب إليك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلت للنار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلت للجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تذلأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسي واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما عطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم آطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بألكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغذت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يا من يفك الأسير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتني وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الظاهرين شكرا 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 شكرا